بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكمل الكلام على قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقلنا في الحلقة السابقة إن من كتب عليه الموت أو القتل فإنه لا يدفعه عنه دافع لا بد أن يلاقي الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم قال جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم هذا بيان لحكمته سبحانه وتعالى في أن ما جرى ويجري على عباده وعما يجري على أهل الإيمان خصوصا أنه للإبتلا والامتحان ليتميز المؤمن الصادق الثابت في إيمانه الذي لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة مهما أصابه في هذه الدنيا فهو لا يلتفت إلى ذلك وإنما ينظر إلى الغاية وهي الجنة ورضى الله سبحانه وتعالى ويتميز المنافق الذي إيمانه بلسانه فقط وليس في قلبه إيمان فهذا هو الذي ينكشف وليبتلي الله ما في صدوركم أي في قلوبكم وليمحص أي يطهر يطهر القلوب قلوب المؤمنين يطهرها من الهواجس والخواطر السيئة ويجعل محلها اليقين والثبات والله عليم بذات الصدور يعلم سبحانه وتعالى خفايا القلوب وما فيها من الأسرار فيعلم قلوب المؤمنين وما فيها من الصدق والثبات ويعلم قلوب المنافقين وما فيها من الجزع والخوف والجبن والنفاق الذي هو في الحقيقة كفر بالله عز وجل فهذه حكمة الله جل وعلا فيما يجري في هذا الكون وما يجري على المؤمنين والكفار أنه لحكمة عظيمة وليس هو لمجرد عبث أو مجرد مشيئة وإنما هو لحكم عظيمة ويأخذ من هذه الآيات مساء العظيمة المسألة الأولى فيها وجوب طاعة ولي الأمر وطاعة الأمير وما يترتب على ذلك من المصالح فإن الصحابة لما كانوا في وقعة أحد خصوصا الذين كانوا على الجبل لما كانوا منفذين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومتمشين على خطته الحربية عليه الصلاة والسلام كانوا منتصرين على على عدوهم ففيه وجوب طاعة ولي الأمر والنائب عن ولي الأمر وما يترتب على ذلك من المصالح والفوايد لأن طاعة ولي الأمر يحصل بها اجتماع الكلمة ويحصل بها هيبة المسلمين ويحصل بها قوة المسلمين ومعصية ولي الأمر يحصل بها الفساد ويحصل فيها اختلال الأمن ويحصل بها تسلط العدو ويحصل بها اختلاف القلوب وتنافر القلوب ثانيا يوخذ من هذه الآيات تحريم معصية ولي الأمر وما يترتب عليها من المضاء فإن هؤلاء الجماعة من الصحابة لما عصوا ولي الأمر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ونائبه وهو أميرهم لما عصوا حصل عليهم ما حصل من هذه النكبة العظيمة والله جل وعلا يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني فلا تجوز معصية ولاة الأمور إلا فيما إلا في ما فيه مخالفة لأمر الله قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالأمير يطاع فيما ليس فيه معصية ولا يطاع فيما فيه معصية هذا هو المنهج السليم والقاعدة العظيمة التي وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا يؤخذ من هذه الآيات تحريم التنازع والاختلاف بين المسلمين وأن المطلوب أن يجتمعوا على رأي واحد وأن يأتلف على قيادة واحدة حتى تتكون لهم جماعة قوية مهيبة أما التنازع والاختلاف فهذا مما يسبب التفرق وضعف المسلمين كما قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فالتنازع هذه نتائجه الفشل وذهاب الريح يعني القوة التي ترهب العدو والنزاع والاختلاف يسببان أضرارا كثيرة لكن قد يقال أنه لا بد من حصول الاختلاف في وجهات النظر لا بد من هذا أنه يحصل الاختلاف في وجهات النظر فنقول إذا حصل اختلاف في وجهات النظر فإن الجميع يرجعون إلى قيادتهم وإلى رأي قائدهم هذا من ناحية الناحية الثانية أن الله أمرنا عند وجود النزاع أن نرجع إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل والرد إلى الله والرد إلى القرآن والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه يوم إن كان حيا والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبهاتين الطريقتين ينحسم النزاع أولا الدخول تحت الراية المسلمة والقيادة الرشيدة وثانيا الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لحسم النزاع وكان الصحابة رضي الله عنهم يحصل بينهم نزاع في بعض الأمور لكنه لا يلبث هذا النزاع يزول لأنهم يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتهي نزاعهم وأما إذا تعصب كل لرأيه وركب رأسه فإنه حينئذ يحصل الفساد ويحصل التفرق والتقطع في جماعة المسلمين هذا هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر